اشتركوا في القناة الحقول المعرفة من الناحية النظرية والتطبيقية لا يتحقق التقدم والتطور الحضاري وتنضمن استمراريته اليوم معنا بروفيسور أنتوان سامراني رئيس لجنة البحث العلمي المشترك برابط جامعات لبنان بدي رحب بحضورك اليوم وقالك أهلا وسهلا فيك بروفيسور معك بدأ نحكي عن هذا الموضوع اللي مش كتير منضطرق له مش كتير منحكي عنه قدي بحاجة كمانة لميزانية من قبل دولتنا دولتنا تنصرف عليه تنقدر نحقق هذا التقدم وهذا التطور ونضمن استمراريته قبل كل شي تحياتي واحترامي والشكر لألكون أنه أضقتوا على هيدا الموضوع وعطيتونا الفرصة أن يكون هيدا الموضوع مجال للنعاش بالواقع البحث العلمي بالبنان كان ناشط جدا قبل الوضع الاقتصادي المتدهور اللي صار معنا من ابتداء من سنة الـ 2019 وكان فيه مشاريع مشاريع عالمية أوروبية تمويلات داخلية وتمويلات خارجية للبحث ولكن للأسف بسبب التدهور الاقتصادي تعثرت هيدا المشاريع وما عادت قادرة تكمل على المستوى المطلوب هون كان فيه دور كتير مهم لرابط الجامعات لبنان لحتى ترجع تستنهد هالمشاريع وتستنهد هالتمويلات ويكون في عنده خطة استراتيجية لحتى نقدر نواجه المرحلة اللي جاية واللي هي يبدو أنه مرحلة مليئة بالمطلوبات يعني هالمرحلة الدقيقة والخطيرة منفكر قدي اليوم كنتوا هلقدي بهذا المدمار بهذا المجال فاعلين وتوقفتوا لفترة معينة بس نحنا اليوم عم نحصد نتائج سنوات طويلة ما بعرف من الأداء من السلطة ما بعرف من قديش نحنا على سعيد أكاديمي تربوي عم نقدر نوصل لنتائج لنتائج نحنا عم نحصد اليوم شي مش كتير حلو صحيح صحيح هذا الموضوع له شئين صراحة إذا بدنا نقشو لابد أنه نقول أنه التعليم العالي في لبنان هو تعليم ريادي وكان من البداية عبر التاريخ وفي جامعات عريقة جدا وعمرها فوق المئة سنة بدون منفوض بذكر أسماء الجامعات ولكن كانت مساهمة بالنهضة بالنهضة العلمية والنهضة الأكاديمية وبالبحث وصرف التمويلات وبعدين رجعت نشأة الجامعة اللبنانية من خلال كونها جامعة رسمية وكانت مدعومة دعم الكامل من الدولة ونشطت بالبحث العلمي كمان بهالإطار هايدا فينا نقول أنه السياق الثقافي والأكاديمي بالتعليم العالي كان نعيش نهضة وكان بتطور دايم وبجودي عالي منها كانت بجودي سايقة أبدا ولكن الشيء الثاني اللي هو كنا نحن عم نعيشه هو التراكمات فينا نازل عنا الوضع الأكاديمي التراكمات اللي عشناها اقتصاديا واللي عشناها من أخطاء معيني حدست عبر التاريخ الحديث ما كانت مترافقة بهالديقراداسيون بهالتدهور هيدا ما كانت مترافقة مع الجامعات لبل بالعكس كانت الجامعات أكيد عم بحكي عن الجامعات الجدية والعريقة والفاعلة كانت بالعكس بحالة نهوض بحالة تنوع تنوع بالاختصاصات تنوع بالأبحاث وكانت دايما عم بتحاول تحسن جودي بالنوعية من خلال التعاون الخارجي مع الدول الأوروبية مع الدول العالمية اللي بتهتم بالبحث العلمي وبتدعم البحث العلمي بالمناطق الشرق الأوسط ومنهم لبنان لبنان ما بدنا ننسى أنه هو مركز وهو منارة بالشرق الأوسط وكل البلدان الأوروبية بتعتبروا محطة أساسية تحتى الضيء ثقافيا على البلدان المجاورة منهم نذكر الوكالة الدولية للفرنكوفونية مركزة لبنان ولكن هو يرعى شؤون الثقافية للشرق الأوسط بالنسبة للبلدان الناطقة باللغة الفرنسية أو اللي بتعتمد اللغة الفرنسية كلغة ثانية بهذا الموضوع فينا نقول أنه نحن كنا ماشيين بكالتة معينة مشرفة التعسر صراحة بلش من سنة 2019 واللي هلأ إذا بتهبي منحكي عنه بالتفاصيل هذا التعسر يعني هو السبب وضيقة مالية اقتصادية أو شيء تاني بروفيسور لا أكيد أول السبب أو السبب الأساسي هو الضيقة المالية ولكن هلأ ما عد بس مشكلة ضيقة مالية صار مشكلة طاقات بشرية إذا كانت متواجدة ولا عم بتهاجر وللأسف في عنا طاقات بشرية كتير مهمة عم بتترك عم بتهاجر مشان أكيد مهنتها وتحسين مهنتها لأنه شايفوا حالهم أنه هن قدام أفق مسدود مش قادرين يطوروا نفسهم بقى في لبنان فأخدوا على عاطقون يهاجروا وهيدا تماما اللي صار بالقطاع الطبي وبقطاع التمريد وكله لحين أكس على بعضه لأنه نحن بحالة تفاعل القطاع الطبي بنهاية هو قطاع بحسي بطريقة أو بأخرى نعم وتعنى بصحة الإنسان فلما صارت هالهجرة وبعدها مكملة هيدا نزيف بشري كبير ما عاد الموضوع بينحد بالملاءة الاقتصادية أو بالتمويل البحسي صار الموضوع نحن عم نخسر طاقاتنا البشرية واللي هي اللي بتعوض اللي بفل مش لحيكون سهل إنه يرجع ونحن من من البلدان اللي عندها رفاه إنه تستقطب الناس البحسين من الخارج نعم نحن ممكن نجيب عمالة أجنبية ولكن ما فينا نجيب مفكرين أجانب يشتغلوا عنا باللبنان هيدا أزمة إنسانية عميقة إذا ما بيتضو عليها كفاية وما بينتعلق الصوت كفاية نحن رايحين لتدور ثقافي وبحسي واجتماعي نعم برأيك بروفيسور اليوم ليش مثل ما ذكرت هال الطاقات اللي يمكن اللي عندها قدرة عالية يعني منحكي عن العباقرة منحكي عن الأدمغة وبتجي تشتغل بلبنان نحن دايما منصدر للخارج منقول نحن الأدمغة عنا عم بتنهض ببلدان عديدة بكل العالم بس اللي من الخارج اللي يجل عننا ليه نحن منا أرضية ممهدة كفاية منا أرضية صالحة عنا شو في سيقة منعدمة بنظامنا بدولتنا بسياساتنا أكيد اللي عم تقوليه حضرتك هو جزء من الحقيقة بمعنى أنه نحن لنستقطب لأنه قدراتنا المحسية بعد دايما منتجة من عنا ولكن بالتعاون مع الخارج نحن نحن باب مفتوح على الغرب بالبحث العلمي وبالمفكرين وبالإنتاج العلمي ولكن نحن الانفستمنت اللي عم تعمل الدولة أو المؤسس والاستثمار مش كافي لحتى يستقطب العلماء يجوا يكونوا عاملين لبنان قام حطة للإنتاج هنه بيساعدونا بالإنتاج هنه بيتعاونوا معنا بالإنتاج هنه شركاء معنا ولكن نحن لا نستقطب لأنه قدراتنا البحسية دايما بعدها بحاجة لدعم وتمويلات خارجية لأنه دايما نحن نتجه للدولة الدولة بعكس ما منظن أنه ربما هي مش مطلوب مننا تعمل التمويلات الضخمة ولكن هي المبادرة تحتى تستجمع التمويلات الضخمة وهيدا الأساس اللي نحن نفتقده ربما ما يكون فيه مال ولكن إذا الدولة بتبادر بهيدا القطاع لحتى تعمل استقطاب للأموال وحشد للأموال تحتى نقدر نقوم بالأبحاث وهون أنا بحب أفتح البارانتاز أنه البحس ما بيجي بعد رفاه المجتمع البحس هو سبب من أسباب الوصول للرفاه الاجتماعي يعني استنهاض الشعوب بيكون بالتعليم بالتعليم العالي بتحصيل الشهادات بأخذ الخبرة من الجامعات من المؤسسات التعليمية استنهاض الشعوب بيكون بهالاتجاه إذا كانت الشعوب ناهضة وهي عم تعيش رفاه البحس لحيكون تكملي للرفاه ولكن بوضع مثل وضع لبنان البحس هو أساسي وعم بحكي بالبحس بموضوع الشامل مش بموضوع الضيق بمشروع بحسي صغير يعني مش بمختبر عم تحكي مش بمختبر علمي عم بحكي بالبحس بالعلوم الإنسانية بالعلوم الصحية بكل مجالات العلوم بالثقافة بالتراس كل هيدول أبحاث هيدول الأبحاث هني من الأشياء الأساسية اللي بتستنهض المجتمع بتثبته بوطنه نعم نحنا اليوم عم نفتش على خطة إنقاذية يعني قديش اليوم مسؤولية الباحثين بهذا المجال وإيه نحيز فيها في عندهم مسؤولية بتنطلق من المسؤولية الوطنية وحس الانتماء لأرضهم ولبلادهم ولكن كمان بدنا ما ننسى أنه الباحث كمان مثل الباقي الموجودين بالمجتمع باقي المواطنين بيعاني من الأحباط بيعاني من اليأس بيشوف أنه ما حدا عم بينظر له نظرة أساسية أنه هو عنصر فعال بالمجتمع أنه هو الموضوع بينطلق من هون لحتى يكون الباحث محبط بيصير يفتش على وسائل تاني تايكسر بعيشه وتايطور نفسه لأنه الباحث ما بينحد بوقت الباحث هو مهنت والباحث بده دل كل الوقت عم بيشتغل شغله فبهيدا الإطار حاولت الجامعات وبعد عم بتحاول ورابطة جامعات لبنان دخلت على الخط بقوة ونظمت مؤتمر عبر لجنة البحث العلمي المشترك برابطة جامعات لبنان استجمعت الدول والمؤسسات المانحة والدول المشاركة بالبحث على سبيل المثال الاتحاد الأوروبي السفارة الفرنسية الأيو آف الوكالة الدولية للفرانكوفونية المجلس الوطني للبحوث العلمية استجمعتهم وقعدوا وكلهم مجتمعين على طاولة وحدة مشان لحتى يبادروا بخلق استراتيجي وبخلق خطة جديدة وأهداف جديدة كيف بدنا نستنهد البحث ونوقف للناس في البشري لأنه ما عاد يكفي البحث على مستوى تمويل صرنا بدنا نحافظ على البحثين البحثين فلوا مثلهم مثل الأطباء مثل أي إنسان قادر يحظى بفرصة تانية بحياته برات لبنان اليوم حضرتك أستاذ جامعي وباحث بالجامعة اللبنانية أيضا قديش كمانا الجامعة اللبنانية عم تمر بأزمة وفيها نزف ونزف دائم ومستمر على مدى سنوات طويلة جامعة لبنانية فعلا عم بتمر بمأزك وجودي نعم بمأزك وجودي لأنه هي بحاجة لقناعة من الدولة أنه هيدا القطاع ما لازم يموت وما عم نلمس هالقناعة لحديثها لأنه هيدا القطاع لازم يدل حي وموجود ويخرج لنا طلابنا من كل الفئات نحن عادة من صور الجامعة اللبنانية أنه هي لفئات معينة من الشعب هي لكل الفئات وفيها من كل الخرجين وبيختصاصات واسعة ومتعددي جدا فالدولة لازم تكون على قناعة باستنهاض هيدا القطاع مثل ما علي أنه تحافظ على القطاع الصحي مثل ما علي تحافظ على قطاع الأمني القطاع القضائي ولكن كمان القطاع التعليم هو أساسي واللي بتمنى نرفع الصوت في أنه نحن من هلأ ل قضاء سنوات إذا الأدمي عم بتهاجر طيب مين بدو يخرج طلرنا وإذا بقي نوع من الأدمغة اللي موجود بالجامعات ولكن مش على المستوى المطلوب لأنه اللي أخدوهن أخدوهن كانوا بناء على السيرة الزيتية الحسنة تابعيتون فنحن عم نفرغ جامعاتنا ومؤسساتنا من الكدرات التعليمية ذات المستوى العالي نعم فخرجينا لحتكتر أخطاء بالطب وبالصيدلة وبكل الكطاعات المنتجية والتجارية والصناعية فلح عم نكون عم نخرج جيل غير كفوق بدنا ننتبه ونوع على هيدا الموضوع وهون برجع بقول إذا الدولة مش على قناعة المؤسسات التعليمية الخاصة عم تعمل جهدها ولكن جهودها إذا منها معززة من الدولة إذا مش مدعومة من الدولة مش لحتقدر لحالة تنهض وهيدا بيقودنا لمشاكل كبيرة بعدين بين القطاع التعليم العالي إذا كان بالخاص ولا بالرسمي أي جامعة الوطنية فبالعودة لسؤال حضرتك إذا الدولة مش على قناعة الجامعة اللبنانية هي بخطر اللي عبتنزف وإضافة إلى أنه بيخطر من ناحية التمويلات لأنه إذا التمويل منه جيد البحث والعمل الأكاديمي هو مصاريف منتكبدها علميا وثقافيا واجتماعيا تنستقبل طلابنا بالمراكز العلمية بالطريقة اللائقة بتبلش من الكهرباء لحد يتمنوصل للورقة للكتاب للقرطسية ولغيره فهيدا الموضوع كتير حساس وكتير خطر ونتيجه بعد ثلاث سنين إذا مش لح حدا يقتنع بأنه ضروري تستنهار هيدا القطاع نتيجه لحنجنية كل يدنا سوا كمجتمع يعني النتائج الكارسية عم نجنيها سنة وراء سنة وكلمة كمان تخلفنا عن يمكن تأدية أمور ملحة وضرورية بوقتها عم نحصد نتائج كارسية أكتر بروفيسور إذا بدنا نكمل ونحكي عن هذا الموضوع اللي مش كتير منحكي عنه واليوم بجامعات مع بعض البعض أديها الشغلة بالتعاون بتخلي الشغلة توصل لأحلى ولأفضل يعني تكون عم عم تزرع عم تزرع بوزور صالحة تجني ثمار كمان مية بالمية مناسبة لهذا المجتمع ولا تقدم ولا تطوره ولا تضمن الاستمرارية نعم صراحة هيدا سبب وجود رابط جامعة لبنان سؤال حضرتك بيصب مباشرة بأهداف رابط جامعات لبنان بالواقع رابط جامعات لبنان نشأت كجمعية حسب عنون الجمعيات الموجود في لبنان من سنة 2004 وضمت كل جامعات لبنان أكيد ضمن شروط معينة هي الجامعات اللي عندها خبرة بتخريج الطلاب عندها سنوات عندها قدم معين بسنوات خبرتها فكان من ضمن الأهداف هو كيفية التعاون بين الجامعات وكيفية تعاون مجموعة الجامعات مع الخارج يعني عندها أهداف داخلية بالعلاقات مع بعضها وعندها أهداف خارجية لمخاطبة روابط جامعات الموجودة مثل روابط جامعات البحر المتوسط روابط جامعات العربية والجامعات الأوروبية وغيرهم فبقلب الجامعية عندهم هالأهداف لتحسين الأداء العلمي لجمع الطاقات البشرية وحتى من الناحية التقنية إذا في تقنيات علمية تيرغالية هي منها بمتناول كل الجامعات فصار بإمكان الجامعات وهيدا كان سبب الملتأة صار بإمكان الجامعات تبادل الخبرات البشرية على المستوى البشرية وكمان على المستوى التقني دايما كان يكون فيه تعاون ما بتدعي أنه التعاون نشأ شديد ولكن صار تعاون منظم وتعاون على ميزلة هي ميزلة رابط الجامعات لبنان أضف أنه جامعات لبنان أو رابط الجامعات لبنان هي كيان بحد ذاته بتتعطى مع وزارة التربية مع وزارة التعليم العالي فصار عندها الموقع اللي بتتكلم فيه باسم جامعات لبنان وهيدا أهمي كتير كبير بفكرة رابط جامعات لبنان أنه استركتور كيان قادر يخاطب وزارة التربية وفق خطط استراتيجية وفق أهداف وفق تطلعات العلاقة بالبحث العلمي بالاختصاصات وتنوى الاختصاصات نحكي عن صلاحياتكم اليوم شو صلاحياتكم كرابطة؟ الصلاحيات كرابطة هي بتنطلق من الصفة التقريرية اللي موجودة بقلب الرابطة ولكن بتحترم خصوصية الجامعات يعني على مبدأ إذا تخذ قرار بقلب الرابطة فهو الرابطة ممثل فيها كل رؤساء الجامعات نعم فحكما رؤساء الجامعات اللي مشوا بقرارات الرابطة فهن أكيد موافقين على أنه يمشوا بتطبيق هذه المكررات بقلب جامعاتهم هون أهمية الصفة التقريرية يعني هي ما عندها سلطة على كل جامعة ولكن هي بتستجمع كل رؤساء الجامعات ومنها بيروحوا رؤساء الجامعات وبطبقوا ما توافقوا بقراراتهم عليه بقلب رابطة جامعات لبنان وهذا اللي بسهل فكرة التعاون وببقى أنا عم نتمد تعاون السنائيات لأن تعاون السنائيات بين الجامعات شي جيد ولكن عم نتوسع أكتر يعني عم نروح على كونسورتيوم أكتر على مجموعة جامعات يقدروا يتعاونوا مع بعضهم هلأ في جامعات قوية في جامعات أضعف في جامعات عند أمكانية مدية كتير كبيرة ولكن هيدا ما كان حاجز بالتعاون بين الجامعات فعلا عم بيصير على مستوى تعاون أكاديمي بهدف مؤسساتي بس بزيت الوقت بهدف وطني فاعتمدت الجامعات خصوصيتها ولكن قدرت كمان تنطلق وتروح على تعاون له بعد وطني نعم هذا التعاون يعني كمان بيروح أبعد بتدريب الطلاب يعني بيكون عندكم عمل مشترك مع بعضكم البعض يعني لكل طلاب هالجامعات يكونوا كمان بمستويات عالية ورفيعة أكيد أكيد وفي مذكر التفاهم عملت بين كل أعضاء جامعات لبنان اقترحتها لجنة البحث العلمي المشترك برابطة جامعات لبنان وكانت محل أخذ ورده وتبادل أفكار وتفكر على المستوى الطويل لحتى طلعوا بنتيجة أنه نقدر نعمل تعاون ونقدر نعمل تبادل خبرات على مستوى الجسم التعليمي والأكاديمي وعلى مستوى الطلاب خصوصي بدرجة الماجستير وبدرجة الدكتوراه في تبادل كبير في تبادل وتسهيل عمل وتسهيل الوصول للمعلومات لأنه البحث العلمي بده كمان وصول لمعلومات ولتقنيات معينة فمذكرة التفاهم بين جامعات لبنان غطت كل هالنوع من التبادل بطريقة يعني منظمة وتحترم خصوصية كل جامعة أنا دايماً بشدد على احترام خصوصية كل جامعة لأنه ميزة التعليم العالي في لبنان مثله مثل التعليم السنوي وغيره هو التنوع فواعي رابط الجامعات لبنان أنه التنوع هو غنى مش محل الاختلاف فبالعكس بيفوت الطالب على أي جامعة بده إياها ضمن نظام معين ولكن هو مغطى بعبائة مذكرة التفاهم يعني اليوم إذا بدأ نحكي عن هذا الباحث أو هذا الإنسان اللي عنده عنده هالطموح بمجال الأبحاث والعلم قديش هيدا الباحث مهم لإله ومهم لمجتمعه وكمان اليوم بنفس الوقت لجماعته لأنه كمان مسمى على انطلق من هالجامعة ورح يكون كمان إله مردود علي صحيح هيدا صراحة موضوع كتير مهم اللي حضرتك عم بتترحيه هو قديش الطالب واعي لمحيطه لبيته الصغيرة والبيته الأوسعة لأنه ملقاط على كاهله مسؤولية كبيرة هون خصوصية كل جامعة برجع على خصوصية كل جامعة بتنشئ الطلاب لأنه فقدنا بالفترة الأخيرة من بعد 2019 التواصل الحسيس والقوي بيننا وبين الطلاب بسبب كوفيد والأوضاع الاقتصادية ولكن بالمبدأ الجامعات واعي أنه يكون في عندها تنشئة لطلابها متوازية مع التنشئة العلمية اللي هي بتضمن للطلاب إمكانية أنه يندمج بسوء العمل وبذات الوقت إمكانية أنه يدل عنده الوفاء لمؤسسته اللي تخرج منها ولكن هون أنا بحب وبيكون عندي نداء للطلاب أنه ما لازم نفكر بالتحصيل العلمي على مبدأ هو واجب ولكن ليس رسالة هو واجب وهو رسالة لازم نوصله للطالب هيدا الموضوع هيدا الفكرة لحتى دايما يعتبر عمل أساسي ومهم لمجتمعه ويكون متفاني بعمله يعني ما يكون عملية أوتوماتيكية بالنسبة للطالب أنه أنا اليوم حصلت الديبلوم خلصت الديبلوم وضبايته وبما أنه يقسان وما في أسواء عمل دونك أنا بنطوي على زيتي وبتقوقع أو باخد بعمل ردة فعل عكسية على مؤسستي أو مش بالمفهوم السلبي ولكن ردة فعل عندي فرانس يعني عدم موبالات العكس لازم الطالب يدل حي بمجتمعه ما لازم نكسر فيه المعنويات العالية اللي بيكون فايد فيها على الجامعة على تحصيله العلمي لازم نعطيه معنويات لازم نعطيه بعض إنساني للاختصاص اللي عم بيعمله أنا صحيح إنه جاي من خلفية علمية ولكن البعد الإنساني أساسي لأي عمل بدنا نعمله لأي اختصاص بدنا نعمله لأنه إذا ما في محبة للي عم نعمله ما في شغل تفايني للي عم نعمله عبسا نحاول ما مكون عم ننجح يعني هون فينا نكون عم نبقى بحدود النظريات ما رحنا على التطبيق قدين إحنا اليوم قادرين من النظرية للتطبيق نكون عم نفيد ومش عم نحتكر كل معلومة نحنا حصلناها أو بقيت عنا هيدا هيدا يرتبط مباشرة بالتنشئة للطالب اللي موجود بقلب الجامعة هيدا شغل الجامعة بروفيسور أنا ولا شغل الطالب على ذاته هيدا بالبداية هو شغل الطالب على ذاته ولكن إذا ما ساعدته الجامعة تينمي هالتفكير تينشأ على هالتفكير حكما مش مش لحين ما عنده هيدا التفكير لأنه الطالب هو بدرجة نضوجه معيني ولكن بالجامعة بيكسب الحياة الجامعية تعاطي الاجتماعي التنوع من كل المناطق من كل الأنواع التفكير المتواجدة عننا فالطالب صحيح ليه واجب ولكن الجامعة ليه واجب يعني بعطي مثل مثل بسيط اليوم إذا الطالب بيحس أنه فيه معلومات مغلقة عنه منه قادر يوصل إذا بيحس أنه فيه شغلات هو ما ما بتحقله بطريقة معينة بنظام متشدد بل هيدا شي بيخليه يعمل ركول يتراجع يعني يتراجع يتراجع لورا وبيحطم له معنويته بالعكس خلي الطالب يكون عنده الإدرة والشجاعة على أبداء رأيه على التعبير عن رأيه مشان هاك فيه المجموعات الطلابية وممثلين الطلاب اللي هني ببعض الأنظمة ومنهم بالنظام الجامعة اللبنينية اللي أنا بعتبره نظام متطور ولكن يحتاج إلى التطبيق هو الطلاب كيف ممكن يشاركه بالقرار وبالحياة الأكاديمية بالحياة الاجتماعية الموجودة بالجامعة هيدا شي أساسي تينمى الطالب وتنمى شخصيته فواجب الطالب واجب الجامعة نعم وفيه قواعد كمانا قواعد للنشر يعني أهم مهمة وفيه حقوق تحفظ يعني أدي اليوم كمانا مسئولية الجامعة مسئولية جهات أخرى مسئولية الباحث بحد ذاته كيف بتصير هذه الأمور وفيه بيانات وفيه دراسات وفيه أمور كتير صحيح بأي نظام بالعموم وعم نحكي عن النظام الجامعي دائما النظام الجامعي بيتطور بناء على تراكم الخبرات نعم فأحيانا كتير بيكون فيه مشاكل العلاقة بالملكية الفكرية العلاقة بالنشر ولكن هيدون المواضية بلشوا ينحدوا يعني بلشوا بتراكم الخبرات بلش نتفادى نوقع بهالمطبات وظهر ما من زمان من عشرين أو ثلاثين سنة بالعالم ولبنان أكيد واكب هيدا الظهور فكرة الجودي لما بنعمل نظام جودي بقلب الجامعة نظام جودي بقلب الإدارة نظام جودي بقلب البرامج التعليمية هيدا بيكون لأنه منوع بهيدول المطبات العلاقة بالملكية الفكرية وبحرية النشر وبأحقية النشر وبنوعية النشر لأنه اليوم كل الجامعات اللبنانية اللي منضوية برابط الجامعات اللبنانية عندها هدف أساسي هو الجودي حتى بالنشر بالبحث بالعمل الأكاديمي فتنقدر نتعاون مع الخارج صار الخارج بيطلب مننا جودي معينة معايير معينة مننا قادرين نطلع من براتها إذا منطلع من براتها منطلع برات السيستام وهيدا بيكون مشكلة كبيرة على التالي يعني هون منصير مرفوضين يعني بطلنا مقبولين من العالم الخارجي ما منعود محل اهتمام ومنارة علمية بالعالم الخارجي وهيدا بيخفف تمويلاتنا بيخفف التعاون معنا العالم الخارجي ما بيرفض بالمفهوم الكسر ما بيكسر يعني بيكون قاطع دغري ما بيكون قاطع ولكن بيتراجع ما بيعود مهتم ما بيعود عنده مصلحة حيوية انه يكون عنده تعاون مع الجامعة كونه ما بتعتمد معايير متطابقة او قريبة مع المعايير الخارجية العالمية فهيدا الموضوع الجامعات وعيتلو نحنا فعلا بنظام حرام نكسرو بالبنان حرام ننزعو اللي نحنا عم نمرق فيه نحنا بحالة تدهور حرام نترك هيدا التدهور في مستقبل بروفيسور في مستقبل لهذا المجال يعني البحث العلمي في منقول بلى في مستقبل مزدهر اذا كنا نحنا عنا الوعي وعنا القدرة الكافية نبقى بمستوى جودي معينة اكيد في مستقبل وهون بدي يعني بدي افصل فكرتين بين فكرة البحث كمهنة للاكاديميين وللجامعيين وبين فكرة البحث ما هو الانسان بيطبعه يولد بحث بيبحث عن الحقيقة بطريقة وما بيكتفي بيضل بحالة بحث دايم واتفتيش دايم فكيف اذا منضيف علي القطاعات الصناعية والقطاعات التجارية ما دايما بالصناعة في عندنا وبالمصانع اللي بتحترم نفسها في عندنا شيء اسمه للتطوير والبحث فهالدبارتمنت هالاقسام اللي بتبقى موجودة عندهم لازم يكون هدفا تطوير الصناعي عندهم بمؤسساتهم فالبحث بمفهومه الواسع هو ضرورة ضرورة للصناعة وللتجارة وللاقتصاد وللمال وللزراعة اليوم عنا نشأ وللصحة يعني لكل الكتاعات حيز كتير كبير فالتحجيم البحث بمفهوم باحث بقلب الجامعة هو ظلم على البحث والبحثين هو البحث لازم يكون عنده بعد إنساني وواسع لكل الكتاعات ولكن هون بينقصنا مش بس دور أكاديمي بينقصنا وعي الصناعيين وعي الناس اللي عندهم المؤسسات التجارية الكبيرة وبينقصنا وعي الكتاع الزراعي والكتاع الزراعي أنا ملا حق أطلب بس من المزارع الوعي أنا واش باتي أطلب من الدولة الوعي لأنه التوعية على المستوى الزراعي تحتى يكون مهني بحد ذاتها مش المزارع بالمفهوم التقليدي مع العلم والاحترام الكامل لألو ولكن هو علي يطور إنتاجه ويزيد إنتاجه اليوم نشأت مشاكل الأمح بالعالم اليوم نشأت مشاكل زراعية الأمح لبنان أو المشكلة الاقتصادية يفترض يكون وعنده مركز أبحاث وعي الدولة على الأقل كانت وعي الدولة بهذا الموضوع وعندها مراكز أبحاث زراعية وبتشتهد وبتشتغل وعندها البجيات تبعيتها والموازنات تبعيتها ولكن يجب تحصينهم يجب تحصينهم يجب تطويرهم لا تكون هي بدورة منتجة أكيد فالبحث هو مش بس مهني بقلب الجامعة إضافة وهون بسجل عتب حقيقي على الصناعيين الصناعة معدات من الخارج أو مواد أولية حتى من الخارج ومواد أولية ونصنعها ونطلع فيها عبدا هي تطوير إذا ما في بقلبها تطوير مش لح يوصلوا لنتيجة نعم هل إحنا بنملك القدرة الكافية على التطوير يعني عنا كل المقومات بروفسور في عنا المقومات وأنا مؤمن بالمقومات هو أول المقومات الأساسية هي ولازم يكون المقومات البشرية نعم بعدين بالنسبة للصناعي المقومات المادية ما لح تكون بالصعوبة أنه يعمل حتى بدل ما يراكم أرباحه بشكل كتير كبير في خصص بالموازنات سنوية للتطوير وهو بيكون مستفيد ولكن عليه بالأول أنه يؤمن بفكرة التطوير إذا لم يكن مؤمن بفكرة التطوير عبساً بيحاول بيحاول ما هو إلا بيشتري معدات ويمكن بعد شويلة حيجيب المشغلين والمهندسين عليها وبس أنه هو عب ينتج هي مش مراكمة أرباح هي تطوير الصناعة مش ننحد بمكان وزمان الصناعة هي تطوير وتوسع وتنوع بالتصنيع هيدا نقدر نحصل عليه إذا دايماً بدنا نشتري من الخارج وما لح نتكل على إمكانياتنا وعلى إمكانيات التطوير ما بنقدر نعمل شي وما بنقدر نتطور والمؤسف أنه باحسيننا ومهندسيننا وغيرهم بيطلعوا على المصانع برا وعلى الخارج وبيطوروا برا بيطوروا الخارج خارج لبنان بيطور إذن الموضوع هو موضوع قناعة إذا القطاعات لم تقتنع بالتطوير الداخلي مش لحق نقدر ننهض صناعة مش بس شراء معدات المواد أولية هل من المفروض بيكون بكل مثلاً مصنع يكون في مختبر للتطوير حتماً نعم حتماً هو في عنده وكيفية تجهيزه هيدا شغلة مغلفة جداً اليوم إذا بنا نفكر بتجهيز المختبرات في مصانع كبيرة وعندها عندها أمكانيات وعندها موارد عملت الأقسام اللي متسميها أقسام التطوير والبحث في مصانع أصغر عندها أمكانيات أقل ولكن الموضوع انفتاح المصانع على الجامعات والتبادل الخبرات مع الجامعات هو موضوع أساسي ربما التمويلات الضخمة مثل ما تقولي حضرتك المعدات الغالية ربما ما تكون بحاجة لشراعة ربما بتعاون مع الجامعات المحيطة فيها تقدر توصل حتى تاخد الوظيفة من المعدات من دون شراءة فهيضا الموضوع بحاجة لوعي تام من كل الأطراف الصناعيين والأكاديميين ما بنكر أنه في محاولات محاولات من جمعية الصناعيين من جمعية إيرالاب هيدول بوعيين لهيدول المواضيع ولكن بعد المحاولات غير كافية وبعد الإمكانيات الاستثمار بهيدا الموضوع أكبر بكتير من الموجود اليوم نخطم نحن بيك بآخر الحديث الموضوع مهم ومفيد جدا وحتى إذا الإنسان بده يفكر أبعد ويقول نحن وين رايحين نحن وين رايحين اليوم بهذا المجال نحن بالوضع الحاضر بتأسف للنظرة التشاؤمية نعم بس إذا ما منوضع أصبعنا على الجرح منكون عم نحاول فقط توصيف الوضع من دون استنباط حلول جامعات عم بتحاول ومشكورة المجلس الوطني البحوث العلمية اللي هو الجهة الرسمية للدولة عم بيحاول ولكن كلهم بموقف التخطيط كلهم بموقف وضع الاستراتيجي والأهداف ولكن بينقصنا الدفع قدما من قبل الدولة إذا الدولة مش مقتنعة القطاع الخاص مش لح يقدر يمشي وهذا اللي صار بالصناعة وهذا اللي صار بالزراعة هو قطاع خاص ولكن إذا الدولة هيدا اللي صار بالطاقة اليوم شو وضع الطاقة أسبنا نحكي حكما إذا الدولة مش دعمته للقطاع الصناعي ما ها بيقدر ينهض القطاع الصناعي له محفزات ضريبية محفزات جمركية وغيره وغيره نفس الشي بالتعليم العالي إذا التعليم العالي بس بده يتكل على مورده والأقصاد اللي بيتقضاها مش لح يقدر يقلع لحاله العالم الخارجي يعني مجتمعنا مجتمع منهك اقتصاديا فما فينا نتكل بس على الأقصاد حتى نقدر نمول أبحاثنا وتطورنا الأكاديمية لازم الدولة يكون عندك خطة ومنتبنى الخطة خطة مشتركة بين القطاع الخاص والقطاع العام لحتى ننهض بالوقت الحاضر نععد مؤتمرات بوزارة التربية نعمل ملتقة برابطة جامعات لبنان ولكن بعدنا نقصنا أنه نروح من استراتيجية والأهداف للخطة والخطة بدنا نكون عم نواكب بعضنا الدولة والقطاع الخاصة نقدر نمشي على أمل تتنفذ الخطة خطة كثيرة بس ما فيه تنفيذ حقيقي للأسف مشان هيك النظرة بالوقت الحاضر تشاؤمية إلى أن تبين بوادر تنفيذ خطة على أمل أنا بدي أشكرك بروفيسور أنتوان سامراني رئيس لجنة البحث العلمي المشترك برابطة جامعة لبنان شكرا على حضورك على كل هالمعلومات المشوقة والمفيدة جدا أنا بتشكركم وبتشكر الفرصة اللي منحتوني إياها مشان لحتى نعبر عن هيدا الموضوع لأنه فعلا موضوع عم بيمر بالعتمة وما حدا عم ينتبه له كنتو السباقين وأنا بشكركم أنا بدي أشكرك على حضورك معي بروفيسور سامراني إلى اللقاء أحبقنا بكرة إذا أقلرت بحلقة جديدة شكرا لقلكم تبعتونا وكنتم معنا على أمل تكونوا استفدتوا واستمتعتوا برفقتنا شكرا لكل فريق العمل اللي وصلنا لقلكم بالصوت والصورة من إزاية صوت المحبة ومن تليفزيون المحبة ألا مكوان ترجمة نانسي قنقر